السلام عليكم بقول لكم قصة الى ان اوصل البيت قصة جميلة خفيفة القصة هذه الله يسلمكم لفتاة نيوزلندية اسمها مارغريت مارغريت لما كان عام 78 كان عمرها في اول عشينات في قمة الجمال بنت شقرة عيون خضر جميلة عندي لها صورة وهي كبيرة في العمر تنسى دمون تقول ما شاء الله شنو هالجمال هذه مارغريت قررت مع صديقتها اسمها اليزابيث هذي كسترالية قالت لها يا اليزابيث شرايت الروح في جولة الى دول الشرق الاوسط يعني نفتر نشوف الحياة الصحراوية هذا كان 78 يعني نشوف حياة البادية حياة الصحراء الحضارات القديمة الاثار ناخد ثقافة عامة يعني ومنها نتجول في البلاد المشمسة لأن تعرفون بلدانهم كلها براد وثلوج وكذا وقالت لا نبروح دول الشرق الاوسط نغير جو ونتعلم من ثقافات الحضارات القديمة يعني سياح قالت لا اوكي يلا الجلسوا يبحثون في الخرائط والكتب يعني دول الشرق الاوسط اللي فيها حضارات تب روح تشوف هوين وقع الاختيار على اول دولة اللي هي الاردن وبالفعل الاردن يبيروحون الى البترة وانتم عارفين البترة فيها حضارات ايام نباطيون هذول اللي كانوا يحفرون الصخر وحاطين في عندهم حتى الخزنة هذه الصخر الكبيرة يسمونها الخزنة اللي احفروها منذ اكثر من الفين سنة المهم وراحت هناك يوم تجلسوا وتطالع في حياة الناس العرب والبدو بدو البترة وخصوصا المرشدين السياحيين وتطالع عشكالهم يعني تحس ان شي جديد عليها ولبسهم كذا او يجيها واحد اسمها محمد عبدالله محمد عبدالله هذا من بدو البترة وهذا مرشد سياحي فطبيعي اذا شاف سياحي يروح لهم يسلم عليهم تابوني اوديكم اماكن سياحية اخذكم اماكن يعني تعجبكم يعني يترزق الله ومنها كرم الضيافة فشاف البنت اللي هي مارغريت وشاف صديقتها لكن مارغريت جذبتها من اول ما شافها بنت جميلة ومن اجمل بنات الاجنبيات اللي مروا عليه وتعرفون مرشدين السياحيين دائما يعرفون جميع اللغات تقريبا يعني من كثر من يمرون عليهم ويحتكون فيهم فصار يسولف معاهم قلت من وين قالت لنا نيوزلندية وهذي قالت انا استرالية المهم يسول فيهم يضحك تابون وين تروحون كذا اوريكم قالوا والله اليوم احنا تعبانين بس نبي ندور سكن وان شاء الله بكرة نبدأ جدول الجولة وكذا قال وين بتلقون سكن بهالوقت خلاص يبقى تعالوا عندي ضيوف عندي في بيت وعندي والدتي وكذا السالفة وما فيها من البداية مارغريت اول ما شافت محمد عبدالله دخل قلبها حبتها شافت الشاب العربي البدوي الاصيل وبعد مزيون اللي فيه الملامح الرجولية الجميلة وكذا ومعنا صاحبتها الاسرائيلية تقول لها لا يا مارغريت احنا شون روحوا ياه وكذا بيتهم لا اخاف يسوي فينا الشي قالت له لا لا ما تشغلي يلا يلا مشي ما صدقت على الله مارغريت ان هذا قال لها تعال البيت راحت وسكنت عندها في البيت فعلا المهم وياخذهم كل يوم وهو كان في قمة الاحترام محمد عبدالله لكن كان معجب فيهم مستهي وفيه الخجل لعننا يصارح لكن قال انا مو كل وحدة تجي من السياح انا قاعدة صارحة بحبي لا فالله هذه البنت اللي فعلا نحس بنجذاب لها فخلال جولات معاها الاماكن السياحية اول يوم ثاني يوم ثالث يوم الى ان بطل جربة قال لها مارغريت بعد عمري انا صراحة معجب فيك قالت لها صدق ان انا ساحك عليك تدين انا معجبة فيك من اول يوم شبتك قالت جد والله تتزوجيني قالت اتزوجك واتزوجك واتزوجك قال اهتم وفعلا مارغريت محمد عبدالله واسكنت معاه وين في كهف على اطراف البترة وهو رجل ساكن طول عمري من هذول يسكنون الكهوف ما الكهوف وعايش على الرعي وعايش على بصحراء وتقول مارغريت وتكلم اهلها طبعا هي من عائلة ثرية امها ابوها يوم داروا بالسال فنجنوا انت مجنونة وشون سوين شذي وتعالي ولا المهم قالت والله ما تحرك من مكاني خلاص وانا تزوجت ولا وبغير ديني وبصير مسلمة بعد وفعلا اسلمت وعاشت مع محمد عبدالله والله رزقها مننا بعيان وسنة من السنين وهذا الكلام في تقريبا عام 85 الدولة قررت الحكومة الاردنية قررت انها ينقلون البدو البدو البترة الى قرية اسمها ام صيحون اعتقد اسمها هذه انقلوهم للبيوت العادية وانتقلت مارغريت مع زوجها محمد عبدالله وعيالها الى الى اهل القرية وعاشت معاه الى عام 2002 يعني خلاص واصلا كانت مستمتعة في حياة البادية وتحلب العنز وتسوي السد اللي هو البيت الشعار وتبيع الخزف وتبيع الاثار عاشت نفس عيشت ومبسوطة وكانوا اهلها كل فترة فترة يزورونها وصديقاتها واقرباء يزورونها الى البترة ويحاولون يقنعونها اخاف انت مجنونة قالت ما لكم شغل فيني انا مبسوطة وحب محمد عبدالله وما راح اتركه لين توفى الله يرحم محمد عبدالله 2002 هني زعلت المسكينة ارجعت لانها حزينة على محمد عبدالله ارجعت الى الكهف اللي كانت ساكنة فيه تركت القرية ورجعت الكهف عشان انها تتذكر ايام اول ما رتقت في الاسمراني اللي هو محمد عبدالله اول ما رتقت فيه وبداية قصة الحب وشلون تزوجت وشلون اسلمت وشلون تعلمت السالفة مهني السالفة انها بعدها بكم سنة وتنزل رواية هذه الرواية سمتها تزوجت بدويا الرواية هذه الله يسلم شنو حققت الرواية اصلا من امية وخمس الاف نسخة هذه الرواية بيعت اكثر يعني تم طباعتها تقريبا اكثر من من واحد وعشرين مرة يعني واحد وعشرين طبعة انطبعت يعني نشوف الاف الكتب من بعد سوت ضجة الكتاب هذا اللي سوتها مارغيريت هي تكلم عن حياتها تزوجت وبعدويا وقامت تكلم عن تفاصيل التفاصيل في حياتها شلون حيات البادية وشنو الجميل فيها وشنو الفرق بينها وبين حياتها لما كانت في دول اوروبية المهم الرواية كانت جميلة جدا لدرجة ان بسبت هالرواية ان اليونسكو اختاروا البترة من عجائب الدنيا السبع حتى صار عليها تصويت في عام 2007 وحققت اكثر من سبعين مليون صوت بسبت رواية مارغريت تكلمت عن البترة وحياة البترة وحياة البادية ولبسهم وشلون كانوا يحطون بعضهم يحط الأسنان الأسنان الذهبية وشلون كانوا يعيشون شلون كانوا يرعون شلون كانوا بسبتها اصبحت البترة احد المعالم المشهورة عالميا واللي تم وضحك من عجائب الدنيا السبع وكانت هذه نهاية صالفتنا الجميلة الخفيفة وفمان الله مع السلامة شكرا